زيكو يا شباب تعالوا بقى نتكلم كده على الهومورك الجميل اللي اتبعت اولا بشكركم انتو التلاتة ان انتو بعدتو في نفس اليوم بشكر بالترتيب كده عمر وبعدين سما وبعدين عبد الرحمن هي سما بدأ بعد قبل عمر ولكن نقصة بيش. تمام? آآ عبد الرحمن. ماما ردت علي وقالت انها هتبعت البيتج التاني انت حلت تلاتة ولا حلت اتنين بس? لا انا حلته من النهاردة بس قبل الدرس بشو عشان وورايا درس قبليه. طيب ما بعثناهمش ليه يا عبد الرحمن? انا مبرح نمت. عبد الرحمن انا اريز اقولك على حاجة مهمة جدا انت عارف عشان تعمل كده بس تاخد صورة عالموبايل يعني بياخد اقل من نص ثانية متخيل? نعم يا مامتي هي اللي بتطوره. معلش قبل مهم فكر ماما وتأكد ان هي بعتت هيلك. خلاص? نعم. تمام? نعم. تمام. تمام جدا جدا جدا. آآ بالنسبة لبقية الدرس تعالوا كده هقولوكو بس دردش على شوية حاجات كده في الهومورد. مش هقول بقى مين عمل ايه? يعني هنقول الحاجات اللي انا لاحظتها في الهومورد. تمام? وكل واحد بقى ايه? هيراجع نفسه بقى ايه? الغلط اللي كان عنده. مشي? اوكي. اوكي جدا. ثانية واحدة اعمل شير. زهرت لسكين عندكم ولا لسه? لا لسه. كده زهرت? او. او. اوكي. بصوا كده. اه من ضمن الحاجات اللي انا لاحظتها في الهوم ان احنا كان عندنا مسلا اه بعضنا وهو بيحل كان مسلا عندنا. اه 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 ا اه 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 انا هنعمل divide by kim? dabei اه by three. هنعمل هنا divide by three. وفاخر السيشا انبارح قلنا علشان نعرف احنا هنعمل ديفايد باي كام هنستخدم الايه الجي سي اف ولا الالو سي ام جي سي اف حد ناسي الجي سي اف بنجيبه ازاي انتو تقريبا حالتو كلكم صح بس الخطوة الاخيرة في المنطب في السيمبيلي فاي هنا هنعمل ديفايد باي سري تبقى 5 to 8 تمام نعملتا كده طيب معلش هي واحدة تانية مش دي اللي هي 8 معلش هي 8 to 24 جميل ايه المفروض هنا هنعمل ديفايد باي كام ديفايد باي ايه احنا المفروض هنعمل ديفايد باي ايه خلاص في حد منكو عمل ديفايد باي جميل طب تعالوا نجرب لو احنا هنعمل ديفايد باي فور ايه اللي هيحصل هو الايد ديفايد باي فور ينفع ايكوال 2 جميل طيب 2 24 ديفايد باي فور ايكوال 6 اوص لحد كده احنا حلين صح مش غلط ولكن مش هناخد الدرجة بتاعتنا كاملة ليه لان ده مش simplest form لسه 2 number 2 2 6 لسه ممكن نعمل لها simplify كمان simplify اللي احنا هنعمله هنا كمان ان احنا نعمل divide by cam common between 2 and 6 2 2 ماشي هنا هتبقى 1 وال6 divide 2 هتبقى 3 حالتها كده تمام وانا برضو تمام ايه اعتقد انت عبد الرحمن اللي كنت ما كملتهاش صح عبد الرحمن انت سمعني لا مش انا كملتها ايه اعتقد ان انت ما كنت يعني بص هي موجودة عند حد فيكم يعني مش مهم نعرف مين دلوقتي بس هو ايه ناخد بالنا من النقطة دي تمام طيب ايه الفرق الفرق ان انا اخد ديت كده من الاول خالص تعالوا نشوف اللي انا هعمله باللون الازرق ده وانتوا قلولي احنا عملنا ايه لو قلت مثلا 8 divide 2 24 تمام قلت من الاول خالص ان انا هعمل divide by 8 ايه ده كده divide by 8 equal 8 divide 8 equal 1 و24 divide 8 equal 3 ايه الفرق ما بين الحل اللي بالاحمر ده والحل اللي بالازرق ايه احنا كبرنا الرقم ده هو divide by 8 تمام دي حاجة حاجة كمان ايه يا شباب حد يقدر يقول الاسهل الاسهل سامة وعبد الرحمن تقدروا تقولولي ايه الفرق ما بين الطريقة اللي بالاحمر والطريقة اللي بالازرق ان اللي يعني اللي تحت عملنا لها سيمبل استفرون مرة واحدة واللي فوع عملنا لها مرة ايه تمام عبد الرحمن عايزة كله كده يشير معي شارك نشارك مع بعض عبد الرحمن عبد الرحمن انت عامل ميوت لو بتتكلم اعمل ان ميوت نعم نعم ايه الفرق ما بين اللي بالاحمر واللي بالازرق ايه ان احنا عملنا ده وده يعني ان احنا اللي عملنا اللي تحت واللي فوق اللي سو عملنا له هوا بص هواحنا في الحالتين يعني احنا كده خلصنا الاجابة هنا في الطريقة اللي بالاحمر وصلنا ال one two 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 three واللي بالازرق وصلنا برضو للسيمبلست فورم اللي هي one two three طب ايه انا افتكرت الاجابة اللي حضرتك وعملتها اللي هي two two six تمام لا هي الاجابة هنا السيمبلست فورم اللي بالاحمر one two three ايه اللي بالازرق one two three ماشي الفرما بينهم الفرما بينهم ان انا زودت عدد الخطوات هو الفاينل انصر حاجة واحدة ما اختلفناش فيها الفاينل انصر لو انا حلت بطريقة وانت بطريقة وسمى بطريقة وعمر بطريقة المهم ان احنا ماشيين بخطوات رياضية سليمة لازم لازم في الاخر كلنا هنوصل لنفس الانصر ولكن اللي اختلاف اللي ما بيننا انا ممكن احل حاجة في تلات خطوات عبد الرحمن يكون جينيس اكتر مني يحلها في خطوة واحدة تمام ودايما زي ما قلنا في اول سيشن خالص الماس بيحب الانجاز الماس بيحب الانجاز طيب الانجاز هنا في ايه ان احنا نستخدم الجي سي اف الجي سي اف ده اكبر كومون فاكتور موجود ما بينهم اكبر كومون فاكتور موجود ما بين الرقمين بود اللي انا بعد كده خلاص هوصل من اول خطوة للسيمبلست فور مش هحتاج ان انا هعمل ديفايد اكتر من مرة ماشي تمام تمام كده عشان كده بنستخدم الجي سي اف اللي هو بيحب الانجاز الجي بيحب الانجاز ماشي تمام هناخد بالنا من النقطة ديك علشان ما نضيعش وقت كتير فيها واحنا بنحل طيب آآ كان فيه ايه كمان يا شباب في الهومورك آآ بص يا عبد الرحمان كان فيه في الهومورك عندك السؤال ده ده number letter c page 52 letter c the lens of EF the lens of line segment اللي اسمها تمام? اه. يعني ديت يعني هو قد مين ثلاث مرات. يعني عندنا اي بي دي اه. قد مين ثلاث مرات. ما قد ال اي بي. قد ال اي بي. خلاص كده? واحنا بنهار في السؤال بصوا يعني ما نسيبش حرفي لما ناخد بالنا منه. ما نسيبش كلمة لما ناخد بالنا منها. علشان كل حاجة في السؤال بتساعدنا في الايجابة. جميل? طيب السكوت ده انا هعتبر ان هو خلاص تمام. لو حد عنده حاجة يعمل ريزهان. طيب منين ايه للبيج اللي بعدها? بيج سيكس. اه اكسرسايز نمبر سيكس اه اسفة. اكسرسايز نمبر سيكس. اه هنا يا عمر انت كنت محتاج انه انت في السؤال ده تعمل سيمبليفيكيشن. يعني في الاخر خالص تعمل سيمبليفاي. انت عملت مسلا السؤال الاول ده عملت ستري هوندرد تويني تو وان هوندرد سكستي صح? لازم تعمل لها سيمبليفاي برضو. طيب هل هنا سيمبليفاي? يعني هحتاج ان انا اعمل خطوة بتاعت الجي سي اف? او هحتاج ان انا اعمل جي سي اف ازاي? الجي سي اف ان احنا مثلا لو عندنا ايت بنعمل ايه? البراين فاكتورز بتاعتها عبارة عن تو تايمز تو تايمز تو صح? طيب تعالوا كده من اللي احنا كنا بنوع عليها في السؤال رقم نمبر سيكس كان عندنا سري هوندرد تويني. تو وان هوندرد سكستي. هقولكم على حاجة حلوة قوي? تسهل لنا ان احنا نعمل سيمبليفاي او ان احنا نجيب الجي سي اف الارقام كبيرة زي دي. اولا كده لما يكون عندك زيرو في الوانس دي هدية. زيرو في الوانس دي هدية كبيرة قوي. ليه? زيرو في الوانس يعني انا اقدر بكل سهولة اعمل ديفايد باي تن. ماشي? طيب تعالوا لما اعمل ديفايد باي تن هتديني ايه? هنا تيرتي تو. وهنا سيكستين. صح? صح. طيب. هنا اقدر بقى لما الرقم بيصغر شوية انا اقدر اعمل ايه? البراين فاكتورايزيشن بتاعته بسهولة. ما تكونش خطوات كتير. ازاي? هنا تيرتي تو عبارة عن فور ملتبلاي ايه? الفور دي هتبقى تو. والفور دي كمان هتبقى تو. وهنا ديت عبارة عن تو فور. طبعا باي شكل من الاشكال بقى ممكن نعمل ديت مسلا مسلا صح? صح. تمام. هنا تو وتو. فلما نصغر النمبر يعني ما نشوفش الرقم كبير كده هنتخده نول ايه ده? هنعمله ازاي ده? عادي جدا. ممكن من البداية تعمله كده? او عشان تسهل على نفسك تعملها فيبقى الرقم ايه? بسيط معنا هنا. نجيبه من على طول. لحد دلوقتي في حد متلغبط او عنده مشكلة? اللي عنده اي مشكلة عامل ريز هند? عبد الرحمن انت سمعني الصوت عندك تمام? النيت كويس? ايه بس ايه. طيب تمام. انا بس بسألك كل شوية عشان عارفة ان انت بيبقى عندك مشكلة في النيت فبحب ان انا اتطمن ان انت تمام معي. طيب. تعالوا كده كمان. آآ آآ عمر برضو معلش عندك نومبر سيفن. نومبر سيفن? مش معنى ان انا بقول عمر يبقى يبقى البقين ما نسمعش. لا احنا بناخد افكار من بعض او بناخد ايه بناخد بالنا من ايه اخطاء غيرنا? كلنا عادي كلنا بنغلط عادي. فناخد بالنا من الاخطاء اللي احنا ممكن نقع فيها عادي. مرة دي عمر واقع فيها بنتجنب ان هو يقع فيها مرة تانية واحنا بنحل بعد كده. نبقى باخدين بالنا انها ما تحصلش. هنا use the information in the table to write each ratio as a fraction. in seamless form. هنستخدم ال data ال information اللي موجودة في table دي. علشان نعمل ratio as a fraction. as a fraction يعيز نعمل ايه? حاجة فوق وحاجة تحت. فاكريني الفورم بتاعة الرشيو. الفورم بتاعة الرشيو اما اكتب كده مثلا تو اكتب سري تو فور او سري وكده فور تحت او سري تو فور. هو طالب مننا ان احنا نعملها as a fraction. يعني هنستخدم الشكل ده. ماشي? اه اللي احنا واقعنا فيها. اللي احنا واقعنا فيها يا عمر. هنا انتو كلكم هو حلته دي وديه مظبوط. اللي انت عملتها يا عمر? number of buses. تمام? two number of people. two number of people. مش all things. انت عملت number of people الصح ان احنا نعمل two hundred four. انت عملتها two hundred eight. طب ليه جبتها ايت عشان انت عملت بلاس لكل دول. صح? طب وجدنا منين two hundred four. two hundred four عشان هو اقل لنا number of people. number of people. مين البيبل اللي موجودين هنا? ال students? تمام? وال adults? والبقاتية مش مش بيبل. عارفين يعني ايه students? الطلبة. adults يعني الناس الكبيرة. فهنا فين البيبل دول بس? لكن هنا ده البس يعني ده وسيلة المواصلات مثلا. تمام? تمام. تمام يا عبد الرحمن انت وعمر? تمام. تمام جدا. برضو نفس الموضوع هنا number of people two hundred four. وهنا number of bus four. وهنا number of adult twenty four. وطبعا ما ننساش ان احنا نعمل simple four. هنا ممكن نستخدم الطريقة دي او الطريقة دي. بس لو قال لنا fraction نستخدم الطريقة دي وخلاص. ماشي? تمام. اما التلاتة بيعبروا عن ريشيو. مفيش اي مشكلة خالص. اتفقنا? اوكي. اوكي. طيب آآ تعالوا كده نكمل حل اسئلة على الدرس ده. عشان نبقى انشور خلاص ان هو تمام. ومن المرة الجاية ان شاء الله امتع بقى الدرس الجديد. تعالوا كده هنا مديني او كده طالب مننا ان احنا نحدد هل دي بتعبر عن ولا بتعبر عن انا عايزيكم كده. نفتح الكتاب بتاعنا وهاديكم دقيقة دقيقة. احنا التلاتة كده نقرأ بالراحة ونحدد. يا ترى السنتنس الاولى دي بتعبر عن ولا ريشيو? لو بتعبر عن نكتب اف. لو ريشيو نكتب ار. طيب حد يقدر يفكرني احنا مبارح قلنا اقدر افرق ما بينهم ازاي? مين هيفكرني بالفرق ما بين الفراكشن والرشيو? ولا حد عامل ايه ده? محدش عارف? يا سادزة. ايوة بيس. مش عارفيني الفرق ما بين الفراكشن والرشيو? لا بيقافي كلمات مخصصة في الجملة. في كلمات مخصصة في الجملة زائد ان احنا لازم نكون فاهمين معنى الجملة. افرد هو ما تدنيش الكلمة دي. يا خاص معنى الجملة. تمام. اعرف برضو من معنى ايه اللي هيميز لي الجملة دي انها فراكشن او ان هي رشيو? لا سام بتوين. بتوين? بتوين دي تبقى رشيو ولا تبقى فراكشن? لا رشيو. طيب. سام هتقدر تقولي اللي انا قلتم براحة ديفرنس بتوين رشيو وفراكشن? امم. ولا تدي المايك لعبد الرحمن نسأله? هو انا عندي طريقة بس يعني اللي هو بتعملي كنبير بين يعني حاجتين. اللي هي مين رشيو ولا فراكشن? لا رشيو. جميل. طبعا دفتك ارنا من الفيديو بتاع مبارح صح? ام. تمام عبد الرحمن? يا مرش والله هي دي اللي كنت هقولها. ايو هي اخدتها من على يعني بص من دماغك على طول صح? طيب هقولها ملخص سريع وما ننسهوش. الديفرنس بتوين الرشيو والفراكشن. الرشيو بنعمل كومبيرنج بتوين تو كوانتاتز يعني بنعمل مقارنة بين كميتين بنحكتين. خلاص كومبيرنج تاني كومبيرنج يعني مور زين لزين او ايكوال. تمام? الرشي الفراكشن لأ مش بن يعني مش مش هو مش كومبيرنج. الفراكشن بارت فروم اول. الفراكشن بناخد بارت فروم هول بارت او 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 بارت. الرشيو كمان بنعمل كومبيرنج بتوين بارت تو بارت. احنا قرينا الدرس زين بارح زين ما قلت? ايو. طيب. الرشيو بنعمل كومبيرنج بتوين بارت تو بارت او بارت تو هول او هول تو بارت. بنقارن جزء بجزء? او جزء بكل? او كل بجزء? تمام? اللي عنده يعني هكمل عادي بس اللي عنده اي سؤال او في حاجة واعة منه? يعمل ريزهند. ما انت مش عامل ريزهند انا كده خلاص من طمنا الدنيا تمام. ماشي? طيب ممكن نعمل فيها بلاس ومينس عادي جدا. لكن الريشيو لا. ما ينفعش نعمل فيها بلاس ومينس. تمام? كده حد عنده سؤال في الاتنين دول? لا. طيب طالما ما فيش ريزهند خلاص قدامنا دقيقة نقرأ الفايف سنتنز دولت ونحدد اف ولا ار اف ولا ار واللي يخلص يعمل ريزهند وانا هشوف مين اللي عامل ريزهند الاول. الاول بيكون مخلص الفايف سنتنز مع بعض. تمام? انا هعمل موت وانتظراك ويالوا. كي به كي ميس خلاص طول واحد شايفاك والله يا عمر انا اول ما عملت ميوت ولقيتك انت عامل ريزاند بس انا كنت منتظرة ما ايه زمالك يخلصوا اول حد خلص عمر بعدين سمى عبد الرحمن خلصت وانسيت تعمل ريزاند ولا ايه خلصت من زمال اثار طيب وعملت الشيزاند ليه يا عبد الرحمن انا قلت اللي هيخلص اسرع طيب كنت تفتح المايك يا سيدي وقل طيب بصي يا عمر عشان عبد الرحمن عشان تبقى عارق عندك فيه كده تلات نقط او تلات شرط مكتوب عليهم مور شايفهو اه اضغط عليها كده صورة لا اه كلمة مور او فيه عندك تلات نقط او تلات شرط في ال في ال انا عندي ري اكشن وعندي اه بس بس خلص هو الري اكشن شايفي الري اكشن اه هو انا عملته بس خلص عشان كده انت بتضيع نقط منك نسيان ان احنا نبعت الهومورك او ان احنا مناخدش بالنا من حاجة زي كده ان احنا نعمل ريزاند بصورة اول ما نخلص جدا بنضيع نقط مننا انا كنت مخلصة بس اول احنا كنت واقفة قدامها لغاية ما افتكرتها اصلا ماشي اه انا مخلصة ايه ميسوا يا حوانتي حضرتك بتشرحي اصلا كنت مخلصة يعني انا كنت بكلم نفسي وانتو بتحلوا يعني ماشي ماشي لا انا كنت حلحة اصلا متقوليش على نفسك انا كنت حلحة انا اسمي سما انا كنت حلحة في الهومورك اصلا طيب ماشي نبدأ بعمر قول كده اول واحدة يا عمر اه تبقى راشيو حد عملها غير راشيو نو عبد الرحمن راشيو عبد الرحمن قريب بص انا هقولك على حاجة طول السشا ما تعملش ميوت خليك انميوت كده افتح المايك على طول عشان انت بتتكلم وبتنسى تعمل انميوت خلاص ماشي تمام قولي بقى انت كده بي ريزولتس وين اهول اس ديفايدت انتو بارتس اه اه ليه انا عملتها راشيو يا راجل ليه هذي اه اه املتها فراكشن ليه بتشو تاكد منها يعني اكثر قرار راشيو ولا فراكشن فراكشن لي فراكشن هي صح بس لي عشان اه سواني عشان انت قلتلي اه اه اللي حصل الفتر ان ده الفراكشن تمام تمام حاجة بنقسمها الاجزاء كتيرة جدا برافو عليك حد عملها غير فراكشن لا سما ناخد كده في الترتيب يالله سما كان بي ادد او سبتراكتد فراكشن تمام اه عمر نرجع تاني كن بي غ Rest in a number line فراكشن فراكشن اخر واحدة عبد الرحمن فراكشن 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 ايه ماشي ما هي لو مش فراكشن تبقى رايشيو بس انت فاهم ليه? لا انا عاكدت عاملها بسراكش. طب عرفت اللي احنا هي الصحة انها تبقى ريشيو? اه. يعني انا ما يهمنيش ان انت تغير الاجابة زي ما احنا قلنا. انتو التلاتة مش مهم ان احنا نكتب الاجابة الصحة وخلاص. المهم ان احنا نبقى عارفين ليه هي الاجابة كده. اتفقنا? تمام. اوكي. طيب. اه نفس النوع من الاسئلة ده تعالوا نحل نمدر تان كده. برضو ايه عايزة دقيقة واحدة بس. ولاي الناس رفع دي. نمدر تاني. احنا نملقي فيها مش فاهمة. نقرأ السؤال ونشوفه عايز ايه? تخيلي. ايه هو بيقول احد الدين يا ريش. طب ايه ريك ده عشان انت انا عارفة ان انت المنظر ده خطك عشان في تحبيش اصلا اللي ستورز. ايه ريك ده معي? ايه محبار فضل. اه كمباريزونس. اه 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 ريشيو او نطريبها تتشرحي لعمر وعبد الرحمن اين مطلوب في السؤال? واستنى يا عمر ما تحلش دلوقتي. اسمع الاول. حدد من اللي مش ريشيو ومن اللي مش ريشيو. نحدد مين ريشيو ومين مش ريشيو. ماشي. يلا جو قن. نص دقيقة. طبعا نكتب فين. اكتبي. الريشيو نكتب جنبها R. واللي مش ريشيو نكتب حرف ال N. عشان احنا يعني ايه ننجز ما ما نضيعاش وقت في الكتابة يعني. الريشيو R. اكتبي جنبها. تمام. او مثلا هنا جنب الحرف بتاعها اكتبي R او N. تمام ماشي. ترجمة نانسي قنقر ايش يا عمر شايفاك عامل لايك. وانا حاسة انت هتطلع من اللابتوب دلوقتي. عبد الرحمن يا عبد الرحمن. رجعت في كلامك ليه? عملت ريزهند ورجعت في كلامك تاني ليه? لا انا عملت ريزهند وبعد انا شلتها تاني. لا تفضل عامل ريزهند. عشان لو ام سامة البويس كده هما اللي كسبوا عمر وعبد الرحمن. كسفتيني كده يا سامة. ها? سامة. يا سامة. لسه يميز بحل. عشان انا عنصرية شوية. ها? ابدأ نبدأ. انا لسه في نمبر ايه? طيب معلش يا عمر انت وعبد الرحمن هندي بقى ايه? البنوتة الصغننة اللي متأخرة. ها? فرصة نص ثانية. تمام يا سامة? لحد اما سامة تخلص نمبر تن عمر وعبد الرحمن نفكر في ناين. خلصت. ماشي يا سامة. واضح ان ايه المنافسة والعنصرية بتخلينا نخلص بسرعة صح؟ ميبي. المفروض هم بقى ولدين واحنا بنوتين بقى احنا ايه متعدلين. فانتي الموضوع في ايدك بقى. نرحمكم يا عبد الرحمن. طيب تعالوا كده مع بعض. هقرأ انا بسرعة. تمام? ونمشي بالترتيب اللي رفع ايده عمر عبد الرحمن سامة. وبعد كده نعيد الدورتين. ها قرأ انا الاول. there are six students who like art compared to five students who like math. دي ات ريشيو ولي نات ريشيو. 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 حد عملها حاجة غير ريشيو. لا نا. تمام عبد الرحمن. seven more students like art than math. seven more students like art than math. انت عملها ايه؟ دي نات ريشيو. نات ريشيو. عمر و عبد الرحمن. عمر و سامة تمام؟ ايوة ايوة. نات ريشيو. seven out of twenty eight students like adventure moves. يعني عندنا تويني. ريشيو. حد عملها غير ريشيو. نا. نرجع لعيني العمر. fewer students like drama than adventure. نات. نات. تمام. عبد الرحمن انت عملها نات ولا ريشيو؟ انا عملها نات. طيب الدور عليك. letter e. for every students who like cinema. sorry like science. two students like math. دي ريشيو. ريشيو عشان انا كده هقدر اعمل comparing between the students that are science with the students that are math. نات. تمام. نات. 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 best compared. best compared. كلمة واضحة صريحة هي بس ده برضو. يعني لما لقي كلمة compared دي اعرف ان انا هعمل ريشيو. بس ده ما يمنعش برضو ان انا كمل باقي الجملة. انا كده. تمام. number ten. sorry number nine. مين موافق ان دي يعني لما اقول هي هيها بالضبط مش تبقى نفس الحاجة طب عمر بيقول مش نفس الحاجة انت ايه رأيك يا عبد الرحمن ثماني كده لا هي 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 اه يعني انا لما اقول ان انا عند لا 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 دي اه لو احنا عملناها كده هتبقى ودي هتبقى مختلفين اه تمام سما انا عن رأيي ولا شبه بعض خالص يعني لو عندنا مثلا تلاتين تفاحة نقسمهم على خمسة دي ماشي اما لو عندنا خمس تفاحاتنا قسمهم على تلاتين دلات مختلفين كده خالص تمام طيب تيجوا انتو قلتوا الكلام صحي جدا مية في المية فانا هوضح لكم بمثال تاني برضو لو احنا قلنا مثلا فاكرا المثال بتاعي مبارح لما قلت اسراء عندها تسع سنين وسما هي اللي عندها تويني فايف سما كبرناه وقلنا هي عندها تويني فايف هل هو معناه هنا عندنا الاي ليه اسراء فرست تيرم احنا قلنا الرشي بتتكون من فرست وساكند تيرم الفرست هنا اي والساكند فاكس هل لو قلت الفرست اس والساكند اي هل ده معناه نفس المعنى لا طبعا كده انا عكست قلت الاتنين مع بعض بدلت ما بينهم ده تيرم وده تيرم تاي وزي ما انتو قلتو اذا احنا عملنا سنبليفاي برضو مش هتطلع نفس الفاليو خلاص تمام ايه عمر ايه اسوري عبد الرحمن لما كان عمل ايه هنطلع الفاليو هنا هتطلع سيكس ولو طلعنا هنا الفاليو هتطلع وان اوبر سيكس يعني لو هاكن سيكس بيتزا غير خالص لما يكون معايا بيتزا هقسمها لستة واخد منها حتة فاهمين ايه اوكي طيب ايه نومبر 11 علشان خاطر سما بس هقول لكم على حاجة بقى كان في حاجة point صغيرة خالص من المرة اللي فادت ما قلنهاش اللي هي الريت يعني ايه ريت الريت هي عبارة عن شكل من اشكال الرشيو برضو ماشي بس بيكون ايه لو مثلا كتبت ايه three two one three x مثلا تعالي بقى يا سامح حاجة كده عنصرية حاجة من المطبخ مثلا two one floor floor او floor اللي هو the e المقصود ايه بقى عارفين احنا لما نيجي نعمل كيكا مثلا او كده حاجة من الحلويات او بنقول ايه انا لو هستخدم couple floor يعني هاخد كوباية d واحدة بس بستخدم قدامها كمان بحط عليها او بضيف عليها ايه 3 بضوط يعني كل 3 بضوط بحط عليهم كم كوباية d تمام ايه تمام طيب هتديكم مثال تاني علشان ممكن عمر وعبد الرحمن مش هيحبوا المثال ده يا سامح نقول مثلا science science مثلا مش انتوا اخدتوا ال velocity الايه velocity لا ما اخدناها speed السرعة اه لا اخدناها اخدناها ما اخدناها كانت اليونت بتاعتها ايه كيلوميتر over hour صح او bear hour او بتكتب كده كيلوميتر slash كده hour صح ايه ايه تمام يا عمر انت عبد الرحمن ايه طيب دي يونت ودي يونت طيب بنقول مثلا رقم كده وليكن 80 over one الات ديت اليونت بتاعتها مختلفة عن الone صح ايه دي اسمها ريت دي اسمها ريت طب ايه الكلمات انا هقدر ازاي افرق ما بين ريت ورشيو لما اجي مثلا يديني sentence زي اللي احنا حلناها من شوية ويقول لنا مين فيهم ريت ومين فيهم رشيو مثلا هنفرق ما بينهم اكتر كلمات مشهورة للريت ان احنا نقول bear او for every انك قدامه دقيقة وهايفصل فممكن نعمل join تاني ماشي bear او for every او بنعمل اللي سلاش الصغيرة دي تمام 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 اه ممكن برضو الشباب عبد الرحمن وعمر لما تيجي مثلا تلعب اللعبة بتاعت اه اه السباق العربيات بقى والحاجات دي يعني او مثلا بنحجز ماشي كورة حد فيكو بيلعب كورة حد بيلعب كورة منك شباب اه اقول مثلا ايه احنا هنلعب مع بعض وهنحجز مثلا النادي او المكان اللي هنلعب فيه هنحجز هندفع مثلا one bound one bound يعني هندفع ميك جنيه bear hour يعني هندفع ميك جنيه لكل ساعة طيب لو إحنا عدنا سنوات